موسيقى مساخر بحلقة جديدة من The Night Shift ضيفتي اليوم بالحلقة هي ضيفة كل شي تحبوها وبهاي الفترة يعني من طلقة انطلاقة الصاروخ ضيفتي هي الفنانة والممثلة الجميلة والمحبوبة سولا مرحبا سولا يا أهلا نصاري شونا الحمد لله ومشتاقلت كل شي هواية بدون عمرك الله يخلني طبعا منورتني اليوم بالأحمر وصار هواية ما مسوي اللقاء فمتحمس هواية مواضي يعني فتاحها صار سنتين من أيام السيرك صحيح شلونت وحشيلي هاي الفترة أوشي مبروك انتقام روح المسلسل الجميل وتحسين اليوم سولاف يعني إذا تأخذ مساحتها الصح وإذا تنصفها لدراما بشكل صحيح لا الحمد لله وشكرا من بداية مشواري حتى الآن يعني حتى لو العمل إذا كان مو بالمستوى المطلوب بمعنى أنت اشتغلته فغلط أنه اذب جهودك أنه هذا متمام ما يفيدني لا هو اختيارك وهو قرارك فخلص فأنا بالنسبة لي عندي الأعمال الأخيرة لا أفضل بواية يعني أنا كانك هواية أمور مثلا هواية شخصية حبيت أقدمها ما كان عندك قبل حرية الاختيار هسا صرتي أكثر عندك يعني يعني طبعا طبعا لا أشوف إحنا كل إنسان سابقا ما يكون عنده حرية الاختيار لكن أنه ممكن أنه ينطي شروطه أنه يعزز من موقفه كشخصية يحكي المؤلف و المنتج و المخرج أنه شخصيتي كذا و شخصيتي كذا خصوصا أنه بالسنوات الماضية ساري ومتشان تكوى أعمال توقف يعني إحنا هاي السنة هالسنة راح يبلشون اللي سمعت إنه أكو عمل وبعد عمل ثاني السنوات اللي قبلهم ما تشات أكو أعمال نهائيا صحيح فاللي دنقدم دنقدم اللي هو موجود على مستوى المتاح المتاح مدرحة مدرحة زين مسرحية بالبحرين مسلسلات سورية و أردنية وبرامج بقطر وبلبنان شون دي صير هالفترة هاي كل خشب دائم شون دي صير بها الفترة أكو يعني مشروع نجمة عربية خلل نقول هو شوف أكو موضوع بس بعد إنه مفروض إنه عسنة جديدة أهمش أكثر تكون نجمة عربية لو نجمة عراقية خطأ أول نجمة عسح نحن كمحليين الحمد لله وشكر بالنقطة الثانية بما إنه نشتغلنا عمال عربية نعرفنا على مستوى عربي يعني ولا شون نشتغل عمل أردني ولا سوري ولا نروح على مهرجان قطري أو نروح على مسرح ببحرين شون صحيح لازم معروفين بردتكم طمعا الناس تقول الناس أنه فلان عمل ريد من العراق ريد من مصر ريد من تونس تحسين هذا الوقت المناسب اللي تخزين به بطولة مطلقة لو أجل الموضوع شوي متأخر لأنه لا وقت مناسب ديش لأن في وقتها كان بداية مشوارنا وقيت لك ما كوا عمال وكان في وقتها محتكر ما كانوا عدنا عنصر نساء محتكر على كموحدة هسا العنصر النسوي يجي فمن حقا أنه يعني هسا وجوج الشاب من حقا أنه يعني هذا تجيل لهالوقت يعني التكنولوج جمالتنا هذا الوقت تختلف عن سابقا فمن حقا أنه يأخذون دورهم ويأخذون بطولة أو غير بطولة سابقا كان على عد الأصابق بسبب أنه ما كوا عمال قنوات قليلة إنتاجها قليل سيختلف الوقت زين وأنت محقق كل هذا اللي حققتي بمجال التمثيل وبهاي التجربة كلها شنو اللي تعلمتي شنو اللي تعلمتي شنو الشي اللي إذا سوته رح تكون نجمة وإذا ما سوته عمرها ما تكون نجمة حظ حظ ما لتيجي واحدة تقول أنا أريد أصر نجمة هسا من السهولة جدا أنه تصير نجمة بالشار أي من السهولة أسهل منها مواقق ومن السهولة أنه تنكره وبثواني بس من الصعوبة أنه تنحب عالم ممكن تشوف مظهرك تحكم عليك من خلال مظهرك بس ما تعرف بداخلك شلو الحياة بس إنه قدامها الشاشة فقط بس تجي الواقع الحال من السهولة تنكره من السهولة تنعرف وتنشهر وكفرق بين الشهيرة والشهرة ومن الصعوبة أنه تنحب صح من الصعوبة أنه تخلي السلم من قدامك عقبات انكسارات ضغوطات قطعان رزق انكسارات كلها فوق راسك فوق راسك للحد ما تتعداه أنت واصل مرحل أنه تطب لك له ألف مشكلة ألف موضوع مرح يأثر عليك لك أكبر من عندها راحت سولاف أكو هواي نجمات كلش مشهورات لكنهم بالحقيقة ممثلات غير جيدات أو نشوف أنهم ما عندهم أداء بالشكل المطلوب هل إجا عمل يطلع مقدرة الفنانة الممثلة سولاف لو لليوم دا تنتظري لا 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 طلعنا الحمدل لك هواي مسلسلات اشتغلنا وستعدنا مسلسل إن شاء الله بعد انتاجه على الشاهد رح ينزل بس بعدنا من تجوب شنو المسلسل اللي طلع قدراتك كممثلة لا بكلهم لا لازم أكوش تعبت بي انتقام روح عذاني كشخصية عذتني ضلت ورايا أنه بين الشهر والخير كانت أي يعني أنه صعب أنه أنت إنسان طبيعي بحياتك وحبوب لازم تقدم شخصية يعني تصورناها في بيروت يعني أنت مو يمهلك حتى ممكن ترجع من اللوكيشن إلى الفندق فالكل تعبان والجو بارد وصارت في وقتها زلازل وهاي الأمور كلها خايفة كلما نطبه بغرفته فأنت عشت بشخصية مو مالتك يعني قمت بلوك مرات أخبب يا ببس ونحن رجعي على سلاح عوف يام فهي تأذي الإنسان علما ياخذ بطولة صعب جدا لأن فيما بعد عفوا رح يصير من الصعوبة جدا أنه ترضى بأي عمل وانت فنان فريد شوقي الله يرحمه كان يشتغض بشخصيات عادية صغيرة فريد شوقي وحش الشاشة شخصيات بس هو كان يأثر فمشكلة الفنان من ياخذ من غلاف للغلاف مستقبلا يأثر عليه صحيح لو يقعد بالبيت ينتظر من الغلاف للغلاف خصوصا العنصر النسوي الرجالي دائما يطلع عن دور بطولة حتى لو سنو نصر النسوي أقل فرصة مع العلم أنا بالنسبة إلي أنه السنيدة اللي مرافقة البطل أو البطلة هي الأقوة صحيح هي الأقوة لأن هي اللي ترفع البطل مثل عادل أمام من يرفعها طبعا بانتقام روح يمكن أن أنت البطلة يعني لكن أنت رضيتي أن يكون اسمك ثالث اسم بالتايتل سبقتش لأستاذ عادل عباس وآسيا كمال يعني قدامي باوع التايتل مجرد أن يعرفك منه موجود بالعمل منه موجود حتى يعرف المشاهد منه موجود بس أنا تعالى على استاذ عادل عباس أو فنانين الرواد لا هاي طبعا من أخلاقتش يعني لا ما ترهم حتى تجي للهسة يجي يقول لك أتعالى على شخص أنه أخلي اسمي قبل فلان اللي أقدم منه فنان وعمرا وبهواية أمور أجي آني أقول والله لا والله أنا بطلة وهاليوم خليت رجلي عالسلم أخلي اسمي قبل آسيا أو قبل سمر أو أنعام أو عادل أو فلان لا إذن هو ترتيب الأسم على أساس يكون على أقدمي على نجومية وعلى بطولة يعني هذه مثلا آسيا عفوست آسيا من تجي ممكن عدة 12 حلقة ممكن عدة بس هي عنصر مهم نجمة هي نجمة لازم تتخلى والاسم رائدة أو ضيفة شرف تحط إلها في محطة ضيفة شرف لكن مو مثلا بالأول ممكن آخر الشسم أي مو ألبي بالنص ضيفة شرف زين سولاف نخش بالثقل مثل ما يقولون هاي جدا مقبلات العملية الأخيرة من اللي اشتغلتهم كانوا ويا منتج واحد ويا قناة واحدة بالوسط أسمع حد شي إنه سولاف صارت تتشرط بالأعمال هاي القناة أو هذا المنتج ما يشتغل إلا ما هي توافق يعني على الممثلة اللي راح تيجي هي تنتقي الكاست يعني صرت شون مسيطرة فصدق هاي الشي لا حمشيك ماستره والله عميزي هاي سامعت سامعي هاي شي حاضر وانا ما سامعت والله اجتماعي هاي سيت الغنة ولا تصيت الفقر لا 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 ما يسمع وضع أصلا نهائيا أول شي المنتج وصديق الفنانين سابقا يعني صار إنه عمر نشتغلو هاي واحدة الشغلة الثانية إنه القناة بوقتها من وقعت وياهم وقعت إنه ما تشتغل غير عمل بس ويا وصاروا يا هواية فناني مو بس ويا حلو يعني أول عملوا وياهم وثاني عملت كاني اشتراتهم إنه اشتغلت ما تشتغلين غير عمل ومن حقهم كقناة يعني يقولك طالع بطولة هنا ما يصر تطلع قناة ثانية بطولة إنه رح يأثر عالمشاهد تشتت هذا اللي صار لا اشترطت ولا خلي اسم آني يجي أخذ شخصيتي أقرازين الله وكيلك تشتت طب اللوكيشن قالوا مثلا وجوه شابة أو فتشي أنا أعرف المخرج منه لازم أشوفه المؤلفة تواصلوا يا المؤلفة تدخلين بإختيار الممثلين لا شعلي ما لدي تشعرق هذا الموضوع ولا ترشحين ولا أرشح أنا إذا قالوا ونريد مثلا من الأسماء الموجودة أقول فلان وفلان تساعدين يعني أقترح أساعد يعني أنه ممكن نوبات واحد سهوى ينسى اسم ممثل فيا بفلان موجود أو فلان بس ما لدي أشترط لا أنا جاية على شخصية أنا مقتنعة بها حابتها رح أشتغلها بطريقتي أنا مع مساعدة المخرج والمؤلف وهاي المنتج حتى ما لدي علاقة بها زينهم أكو سؤال يعني يعني لربالي هل أنت اليوم محتكرة على الـ يو تي في يعني لأنه آخر عمار صدفة صارت أنه الشخصية المؤلف انتقام روح مصري مؤلف انتقام روح مصري دكتور رحمة هو اللي من كتبه نحن نحن نصور مسلسل للشاهد شنه هذا المسلسل يعني عربي عراقي هو عربي مشترك مصري وعراقي أكثر شيء مصري وعراقي من هو يعني كعراقية آني مصري ما أقول طينا واحد يشغل سولاف من تقفل يا الله كاملي مصري وليس إلا أن يخرج البروم ويقول سامع القرف مالك رادي يقولون عني بالضبط هاي فبكتها أنه المؤلف من نصور فقال شخصية هو متوالم شخصية سولاف يعني مرة شاف لده متعصب وده تعارك و شاف لعل شو ده من صدق شاف أي والله كان بالكواليس يعني صار شوية فأني تعصب بس ما كان أحد قدامي بس أني تعصب يعني أنا لا أستطيع أصيح على أحد أوفت شي ما ما يكون كادر يعني 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 لعدني لدي صحيحين مثلا 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 طرع بره وده أصيح ما يصير هيتش وما ندري فقال شخصية هي هي قل شفتي العرامج قل شفتي عصبية أحبت أراح خليت بس بهيام قلت لهيام منه أنت إيه قل بس تلرتي عليه هو فهو هذا صار لا أشترط على قناة وكل قناة إلها مركزيتها وسيادتها يعني مستحيل أن تجي تشترط على قناة وش كبرة وش عرضها إلها اسمها ومكانت لا تشترط عليه سولاف بالفترة الخيرة شايف شوية عندك يعني صارت صريحة أكثر بصراحة قبل أنت حيل مجاملة يعني تصبغين بالبشر طبقات بنتلاي طبق مو أصبغ لا صبغين يعني أكثر ناس مو زنويات وتضحك نهم وطبيعي كأنما لازم أراحة أنه أقول لأ يا بلوجي ما أقول لأ أظم أنا من أحشي قدام العالم عيب علي أنه أنا قعد بينا نذكر سار مو زنوية عيب علي أنه طلع سار قدام ناس غرب أنه مو خوش آدمي خلي هو شيح شعلي قدام العالم هم أرد بس أنت أكون فنانات مثلا أو يعني خلل نقول ناس ضاري شحيل أشوف شوية حبيبتي حياتي طبيعي أيها الدنيا لازم تمشي يعني أنا هس تعارك وياك شون رح أشتغل لأكباش عمل بس شنو تكون حذر لازم تحضر جيش وقوات وطيارات ودبابات ساعة الساعة تهجم عالي ينبخل سن لازم حيا الصفر زين أوكي بصورة عامة مجتمعنا يعني نخاف من الحقيقة ما نحب نسمعها ولا نحب أنه نبوح بيها لو إحنا مجتمع صريح يحب الصراحة ما بين وبين وصلت مرحلة أنه العالم قامت تحت شي على سبيل مثال لماذا تنحب أنا بمواقع التواصل الاجتماعي غلقت التعليقات نهائيا ممكن ملاحظ هذا الموضوع إذا تنزل فت موضوع وهذا الموضوع يعني أنت فيه مجتمع كل شي تسولف به تلقى التعليقات ما لها علاقة بمضمون الكلام اللي التكاتب أو مضمون الصورة أو مضمون تلقى مغاير الشي يكتب أول واحد المقابلة يكتب ممكن كم واحد يطلع يا به هو حر زين أوكي أنت مخوش إنسان أنت كذا انتقد بس بطريقة حلوة حتى العالم لا تفكر أنت الكاتب لا تفكر أنت شون لأن العالم راح تفكر بقية غير لازم يفشرون الحقيقة مرات توجع بس حلوة أنت تحبين الحقيقة لو تحبين تعيشين وبوهم لا لا أنا أحب الحقيقة صح توجع بس حلوة زين سلاف تحبين عمل المفاجآت لو أنت تخططين كل شيء بحياتك وتمشين عاليا تحبين المفاجآت الدنيا هل تخططين كل شيء وترتبين كل شيء حتى لا تتفاجئين بعدين هي حلوة المفاجأ بس التخطيط بالنسبة لي أهم أنت رغم أن جيتك للدنيا كانت كلها مفاجأة يعني أنت أهلة سافرة ورحلة المصيف سلاف رجعوا وياهم نفر زايد قررتي تخربين عليهم السفرة هيا ماتشان أصلا وقتي أنا تقول أمي بعض وقت سلاف بعض باحتلال بعدين مصير رجعت مباشرة بسفرة رحلت سفرة أمي رحلت وقت يختلف لماذا سفرة بالتاسع لا أعرف سابق المهات قويات بعدها بأول شهر تركن وتبتي قبل لا الهاتف أمي يقول سوف سوف نحن نحن بس رحلت رحلت نحن كاملت السفرة أمي رحلت على المستلخ ماشا الله لقد رأيت شهر بيتي عشت سلائف دلال أو دراما لا كدلال غلط أن أمي علمت نحن صغار غلط أن الطفل يدلل زائد لأن من أكبر يكره الأم والأب يطلب أن يكره أمي أمي علمت أن يجب أن يجب كل أم يجب أن يجب راحة مليون دائما يجب راحة وخبز يجب أن يجب أن يجب أن تدلل لو لم أمي لا ما خلال وضع حسن وضع حصور يجب وضع حصور عمري حصور 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 كانت عشور أتذكر خميس والجمعة كانت لم تودين السينما والذي يستساعدون كانت سينماة أطلس أزرق 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 من ملحق علينا؟ الحمد لله نتبينين عمره كيف نتبين عمره؟ يعني مصرر عشنا حلوة الحياة كل ما تتحكي كمراهقة؟ لا من عمره 14 سنة دخلت بعالم جاي هذا الموضوع كل ما تتحكي هذه الذكريات مرتبطة بماما ماما أخذتنا بابا وين من القصة؟ بابا وين من أمي من زمان ما كنت أخذتنا؟ لا أشاهدت أصلا ولا مرة؟ أصلاً أبطنا أمي وانفصل عن أمي وكلما أنا مكررح لا أعرف أي شيء ما سألت عليك؟ أبت واني ماريت أجرح أمي وتعبت علي وشقت علي وسهرت الليالي فلا تنحل أحد يسئل طاعة الله من طاعة الوالدي ونعمة بالله لكن خلاص وعدها الزواج وعدها أولاد ما صار فضول أشوف شكله أشوف أدور عليه ولا أريد أنا بيا طبع أنه الإنسان إذا ما يسأل على ظناه دائما أسمح من هواي ناس أنه ما سألت عليه أم وأختي ما يسأل على ظناه ليش يسأل عليه إذا من دمك و لحمك عافك علشون وعد يسأل عليه أنا أدور عليه لا ما أدور ما قلت أبدا كلمة بابا بحياتك بالمسلسلات بس شو أنت حسيها من تقول لها بالمسلسلات أقولها طبيعيا لأن أنت ما مريت بيها بس أمي معوضة كل هاي الأمور أنه هي أم هي صديقة هي أب هي تفاصيل دائما الأم هي الساتر لأولادها والبناتها خلاص عفو الله عما سلام ماذا تحكي لك ماما عن بابا شو تقول لك عنه ما أريد أسمع شي ما أعقول لها ما صار عندك فضول ولا أسمع ولا أريد أسمع لأنني شوف أمي تنقير من هذا الموضع فما أوصل لها هيتش مرحلة الله ومحمد وعلى وين ما كان عفو الله عما سلام فقلت لك طاعة الله من طاعة الوالدين حرام أنه مهما كان الظرف مهما كان أنه تشيل على اللي ربا على اللي خلفك على الأقل ما عرف شون الظرف زين سولاف إحنا وصغار ما نتفهم يعني ما نكون بهذه العقلية اللي ننتهي بيها نكون لعدنا عقدة وين أبويا وين ما قلتها بحياتي بالمدرسة كنت تقول لهم لا أبو كنت المدرسة ولي الأمر وين الولي الأمر تجي أمي لأخالة يعني هو لي الأمر الأم أو الخالة أو واحد من أفراد العائلة في وقتنا ما عمرك حتاجتي لوجودة وجود أب لا ولا مرح ما أنا قلت لك عمره 14 سنة لزمت نفسي شلت نفسي أمي أتذكرها كانت تشتغل باليوم هي موظفة دائرة تشتغل شغلة ثانية هميا ما منع كانت حتى الموظفين يشتغلون حتى تربيني مهنتين تشتغلون مهنتين حتى تربيني فأنا أجي أداري إنسانة تعبت علي تسهر الليالي تغطينا على مخاف بردان وتبرد نفسه توكني وهي تبقى جوعاني ورح أسأل على شخص عافني لا وقيت لك الله ومحمد علي وين ما كان ما كان علمني وقيت لك من زوج وعده خمسة يمكن إذا تحتي هاي القطعة اللي على الغفلة تجي من واحد يفكر أنه أكو خلاف يعني بين العائلتين أيضا لأنه العوائل هم مسئلة كون شو ما قال الله وكيلك لا خلاف أياتهم حيون ورزقون ماكلين شاربين قاعدين راقين يعني قصد يوتراك بدون سبب الزوج وحدة ثانية نقطرة أسطر الزوج وحدة ثانية بعد مسامحته لا وأقولك طاعة الله من طاعة الوالدين هاي أوكي من قلبك ومسامحت الله وعلا بس أنا ما رد أسمع أي شيئا إذا أجي وراد يبادر ولا يجي وحتى لو يجي ما رح تتجاوبين طبعا ما عاي شوية شون أتجاوبين زيان سلاف بعمر 14 سنة بس ذكرتي أنتش شلت مسؤولية العائلة تقريبا يعني أخوتي ووالدتش شلون لأ 14 سنة أنه دخلت بعالم التمثيل كان بدايتها يعني برامج أطفال بلوائي التفاصيل يعني فمن دخلت بيها تنا الطالبة لحدنا ذكرت كانت المديرة أنه كل حشاية قالت سلاف وحجة السلاف قالت سلاف وحجة السلاف الله يذكرها بالخير ست يسرة والله دمرتني كانت تدرسكم هي مديرة لا المدرسات لا ورده فدخلت هذا العالم تعرف برجة جدي بالذات أنه يحب شغل ماي حتقول لي نعم أنت حتقول لي ما أنت برجة جدي كان يحب شغل فأنا عيشتها أخويا كان بعد صغير دخل عسكرية دخل عسكرية كمّل العسكري آن دخلت في وقتها كان الوضع يعني تطور من ذاتك تطور من حياتك تطور من شغلك وبداعك هي المادة تركض وراك هم يركضون وراك تعالي أني أتطورك وأطباعك وشغلك ما ما شجعت لو خافت عليك لا كانت تطور من حياتك وياي وياي كانت تجي أيام بداياتك ترجعين للبيت من المسرح تبتشين ساعات تبتشين بس كانوا بس كانوا أنه ميردون واحد جديد يدخل يأخذ مكانهم شفتي طبعا ضيم الممثلات القبل يعني ضكتي مرارة الشغل وياهم موكل هن على كموحدة يعني وحدة ثنين موكل هن وين وصلت مثلا أكو موقف في ظل البالي مش صدق باتشاتش بوكتها ويا ممثلة صار حشي الموقف بدون الممثلة بوكتها إنه نصور مسلسل فأني تأخرت كان بوقت كم قناة تشتغضوا هذا أنه أي ممثل جديد يجيبوا هنا فتأخرت من هذا الموقع على هذا الموقع بين مجيئة وهذه فشات أمو يتوديل من هذا الموقع ويتجيل بهذا الموقع فهو واحدة من الفنانات والفنانين همي قاعدين الكلام اللي سمعته يعني أنا بحقي يعني لحدا كل ما أتذكر أقول الحمد لله يا رب العالمين أنه تعوضتني بموضوع ما شلحقت بقلبي عليه أني نسيتني نحن كلام مؤذي يكسر يكسر الضار يعني أي شغلة أنت تبدع بها وتروح وتريد تقدم لا تقدر من وره هي كلام بس سبحان الله ساري دارة الدنيا ديال أقرب الناس لي لا هم صاروا أقرب الناس أقرب الناس عرفتها يعني إذا مو يوميا نحن نتخابر ولا حدنا هواي بالوسط فنو ما يعرفون نحن نتخابر يوميا ولا يعرفون وما ملتقين هواي نلتقي هم أقدم منك أي بالسنة حسنة هش نلتقي زين هذا اللي إنتي شفتيه من الجيل اللي قبل بالمقابل أنت لما اليوم صرت بطلة وطلع جيل جديد شلون شنتي ويا الممثلات الشابات شنو الدور تدعب ويا الممثلات الشابات لازم الصر صديقهم هسا هاي الدور هسا كونا سيف إنه دال عظمة وإحنا لا يغل شوية اقعد خلني اركض ما كو ممثلين ما يصعدون هسا لو بعد متسنة لو شو الفايدة يا سار يا سار عوف الكاميرا كأنه ما نسأل بحقيقين بلا الكاميرا نطلع دفاتر حياة تطاف رجل أقول لك شغلة واحدة هسا أنا جيت وإلا نطاني فرصة وإن الدنيا فرص رب العالم سبحان وعز واجل من ينطيك فرصة أنه لا ضيح الفرصة ثالثة اللو تموت ما رح تأتيك رب العالمين ينطيك فرصة ونعمة حافظ عليها دير بالك عليها اليوم أنت معروف جيت دال عظمة فيكت على العالم فيكت على ناس جدد فيكت مدري شنو اليوم أنا أثبت وجودي أثبت احترامي كيف تدعمين الشعبات مثلا يعني أول شغلة المفروض أن أكون مثلهم ونحن ونحن أكلهم بصفحة وأكلهم بصفحة ونحن نحن بصفحة ونحن أدري ماذا ينطيقون هناك ونحن برد ونحن أحضرهم جوه يمنى لهم يقعدون بناتهم قروباتهم لا يخاف ونحن أكلهم ونحن أحسس أنه بعد يقول لي باتش رقبا يتفرع أحسس ونحن أكثر كريم أحسس ونحن أحسس أحسس أكثر أول ما أدخل أحسس أخبر 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 مجرح سينا مجرح صح أحسس 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 أدخل الوكيشن وهذا الكل طبعاً مو بس أنا و أنت و حتى أي واحد أدخل الوكيشن تكون محترم تكون ملتزم تجي بوقتك تكمل تجي تقعد الصورة بس ما لتجي فنانين كبار أكبر من عدهم فنن وعمرا وسنن ملتزمين يقعدون ينتظرون واحد أستوى بلش دي ينتظر شو كد يكمل وييجي هم خلوة هاي قلة احترام للطرف الآخر يعني تبيتك تسويه يا أمك أوبوك من قلة تعال انزل على كل ديatoriك تحضح قليل قبل أن تأtirorte فاصله عن إيج reactiva، ما هيцеبات تطولي حاليات؟ لا، مشاكل تطلع فاصل لا قبل فاصل تطيني أسم عادت columأ على زمن صعود أدعمهم أنا كابت於 أنتقاً حبيها أنا كابت Jahren عيج تتذكر جميع اللي أفضل يعني هي أصلاً بالحقيقة تخبب بس هاي؟ لا بسيطة من الشابات زهرة من المงدفني؟ لا منكن اللي عاجبت Li Sea لا يوجد مشكلة عندك أحد قائلين لك أقول ليها أكو؟ ما تعجبني يعني؟ لا أحد قائلين لك أنه سلاف ما عزبت لك لا بصراحة يقولون لي تدعميهم دائما وزينوا إياهم فلاق الفاصل ونرجع نكمل الفاصل وعجبكم رجعنا لكم ويا الجميلة سلاف طبعا بعدني على الضحكة مع الفاصل يعني دائما اللقاء وعت كل ضحك سلاف طبعا يمكن أن الناس رأينا على اللقاءات من زمان ولكن لا يعرفون أن التاريخ لدينا أطول وأقدم يمكن أن تتذكرين ولكن رأيت أول مرة أن أرأت بها يمكن أن يوم أن تتذكرين ولكن أنا طبعا كل شي تتذكرين لأنني مبهور بيج قبل عشر سنين عرضونا الصورة لا تتنمرين أكد أنت أنت بتعزيتي هذه الصورة المكسوصة ولكنت معك أنا أقوم بإبقته في موقعي صحيح هذا المصدر الرئيسي هذه أنت؟ أكد أن تتنمرين على روحك أعني حسنين ولكن قبل عشر سنين قبل عشر سنين قبل عشر سنين أبدا بأسما أمسا ما أسما أسما أمسا ما أسما لا أقوم بأسما لا أقوم بأسما هل تذكرين هذه الصورة؟ لا تذكرين؟ أنت بوقت تدزيت لي على الإستقرام المكصوصة لكن لم أطلقت لي التفاصيل فأنا رأساً يوم أن نزلتها لكن لا أتذكر هذه الصورة هذه المسلسلة كانت اسمها القناص كنت تصوروه بيئت منطقة معينة كان يوم بيئتنا تقريبا فأنا جيت كنت بعدني لم أقدم برامج ومبهور بكم فأنتي شكبالي وأخذنا هذه الصورة تذكرتها تذكرتها لماذا تقول اسم المنطقة؟ بالدورة لا نستطيع أن نطب بالقوة صحيح ومسلسلة اسمها قناص ولكن ما زلت تخبلين سلاف بصراحة كالعادة سلاف عموما نتنمر على روحات يا رب يا رب شلون يا رجل نزي خليلها في التارش مفادو ياها كيف نشرت صورتك مثل ما هي يعني أنا لقعت فيها جربت فلتة مفادو سلاف عندنا دائما مهنة الفن أو الإعلان ما مأخوذة بشكل جدي يعني دائما ينشر حكي بالسوشال ميديا مفادو ومقارنات مثلا شوفوا سامي قفطان يصعد كيه وسلاف أحدث سيارات هاي هواي سامعت ليش هاي المقارنة دائما وليش ممصدقين أنه ممكن ممثله تصنع نفسها وتتعوى عن نفسها كلش بتتمنتظر هذا السؤال شوف ساري أكفة شغلة كلش مهمة أول نقطة الدنيا تغيرت الجيل تغير الوضع تغير وهواي أمور تغيرت الناس عندها شغلة عمل فقط أنه تفكيرها أكل بعض يعني احترام التقديري لهواي ناس بعض من الناس تفكر تفكير سيء بالفنانة أنا لا علاقة بكم شخصية طلعت بمواقع التواصل الاجتماعي أو سفها تنفسها أنه أنا أتحمل مسؤولة أو غيري أتحمل مسؤولية كم واحدة طلعت وساءت النفس أنا ما أتحمل مسؤولية أنا صاري إذا تريد تحسب من من 1998 إلى 2023 إحنا كم سنة 25؟ 26 أو 25 هي تشي تقريبا هل من الممكن أنا هاي السنين كلها ما قدر أطلع ثمرة شغلة التعبد بها سنين طويلة يا مليالي تأذيت من مرضي يا مليالي أطبي ثلاثة يام ووصلت مرحلة الأعيام من ورا لقيت منايمة يا مليالي أنه أنت تطب تصوير وتسافر على غير جيد وترجع نفسي اليوم تخلص تصويرك من غير دولة والطب هنا يا مليالي شدوياك يا مليالي حرق أخباقه وملابسك ما تصوير حتى للصور وتوقع بورطة ويا الشركة الإنتار واي أمور هذي كلها ما محسوبات نجي إذا أنا أريد أن أحاجج أي واحد يجي يقول لي سلاف مليالي أنا 98 بالوسط الفني لحد هاي السنة نقول خمس عشر ستة عشرين سنة بالإضافة أنه أنا عندي شغل آخر عدل الفن أنه أنا سويت لي مشروع صغير مثل ما يقول نسترزق من عنده والحمد الله والشكر وخافي يجي كم واحد أنه فلان أو فلان العدة دليل والعددة شي جي يطرح يطرح زين ليش عموما نجي أنا راح أقول لك هوا أنا جايت لك بالسؤال ولحت يزال من هذا الكلام من هذا الكلام هواي ناس ما قاعدت تفهم أو ما قاعدت تستوعب هواي عندنا فنانين كبار بالعمر أسماء لامعة وفنانين اللي ما ما وصلوا إلى مرحلة النجوم كانت في وقت قناتين قناتين بس العامة والقنات أخرى منوعة بس أذني هسا الشم قنات عندنا إذا تريد تحسبها هواية عشرات هواية قبل كانت عدد الشركات الإنتاج شركتين إلى ثلاثة إذا ما قلنا وحدة قول ثلاثة هزا كم شركة إنتاج؟ هواية عليك نور قبل قناتين وبرنامج واحد كم شركة وكم برنامج إذا نريد نعددها هواية طبعاً قبل إعلانات قليلة هسا إعلانات هواية مثل ما المعلن يعلن بقنات على شاشته يعلنهم شخصية معروفة هاي منتي من عندها قبل ما لحق إنه يلم نفسه شي لحقية قناتين والوضع أيضاً كان حصار والوضع يختلف والحصار يختلف اللي أخذ المرض ويعدنا فلان أخذهم من المرض ما قدروا يشتهم أو قلة اجتهاد إحنا ليش نكذب عن نفسه؟ هو إذا أقولك وحدة وحدة اللي أخذ المرض وما قدر يكمل شغله وفلوسه كله على المرض ماكو أي واحد يطلع ويقول أنا مريض يعني يشوفه يستصعيم الإيجو صعب عليه يقول أنا مريض مايريد بأي نفس إنه هو مريض أكو من عدم أنه يدبر أمور أنه يالله اليوم أيومنا يعيش اليوم ما كان فلوس جاتي هنا أنا أعرف شخصية وهو قاعد ببيده فلوس ملع مال وشغل والتزام الخارج عنده حتى شغل خارج أيضا تجارة وهو قاعد بوقتها قلت له لم لم أنت اليوم بحيلة تباتروا عقبة قاعد بفراشك ما تقدر تتحرك للحمام ما تكرمون ما لم أخذ الدنيا ويشي ووقع ووقع مو وقع هاي الوقع بس يعني مبين عليه بس هو من نوع لي كابر سلاف اللي يعتقد أنه فلوسك جاية من وراء رجل شو تقول إليه ماذا؟ من وراء رجل جاية فلوسك موية رأيكشن هذا كافي هاي؟ رجل ما عاش يا هذا المثل صح لو ما عاش ولا نولد ما عاش ولا نولد ولا نخلق ولا أصلا موجود على وجه الكرة الأرضي اللي يقول على عين سلاف حاجب أو ما أخذ فلس أحمر من كاعا من يكون باجتهادي وشغلي وروحتي وتعب اللي بالحلال واللي يقول سلاف عندها كذا وكذا خليجي قابلني بأدلة وأشوفه بوقته أنه منه سلاف يعني ما أجاي أقول لك أنا كذا ولا كذا لا تعبت على اسمي فمن يجي واحد يقول لك أنت جبتن كذا لا تعال وقعد وفهمني ورا وكلهم هاي تجيب طبعا هذا الشي لازم يعرفون الناس أنه الفن هو مهنة وصعبة ومو سهلة وشوك عملت وشوك عملت المسيح اين اين طبعا هنا الناس رح والله العظيم المهم اين هاي تهاتش رفضة كلامتش قالت لا لا مو أنت جايبت اللي يجي يقول لك هي العالم وصلت مرحلة رح أقول لك شغلة الناس من حق قامت تفكر يشتفكي هاي تهاتش رفضة كلامتش اذا كون واحدة تنزل و تقول انا كذا انا كذا يا ناس يا عالم فرقوا بين الشخص اللي تعبان على نفسه وبين اللي يستعرض اللي يستعرض احنا ما نتحمل مسؤوليته وقده بغلب حد شيهم ما نبينه اقول لك هاي اشتريت لك فيلة تعبان عليها وشقيان عليها ويومين ليلك متامة حتى تروح تشوفه تالي متالي تروح تشهر بيه و تقول لان اشتريت هاي الفلة لو ضمه على الناس حتى لا تعبك لا يروح ببلاش بطبط زين صراحتي من فترة ببرنامج انه انت يعني على علاقة بشخص علاقة حب بشخص ربطة والناس انه من العائلة الحاكمة اشقلت هذا الموضوع صدق لا مو انش لا ما علاقة لا بالسياسة ولا بحاكمة ولا بايش بس انت اسم العشيرة اللي انت اتي في بيروت ما يقولون اسم عشيرة عائلة يعني احنا في العراق ما نقول اسم عائلة يعني مثلا عشيرتك شنو يقولون عشيرة ما يقولون عائلتك بيروت يقولون عائلة ما يقولون عشيرة فصار وقتها هي بين من برنامج مزح و جد فجبت اسم عشيرة ما لها علاقة لا بالحاكم ولا بالسياسة ولا ما نهائيا وذكرت بعيدة عن السياسة كل البعد لو هسا تخليني بين كم واحد اللي عارفهم اللي يطلعون بالتلفزيون مرتبطتي بسياسي أبد؟ أبدا ولا أريد ولا أريد أوصل هاي النقطة يجوز يطلع هو زيان يعني؟ من وان؟ السياسي مار لا إذا شو ستتحدشين كأنا ما ماكو أحد حاليا لا مقضية ماكو أحد يعني شوف قبل نسولف براحتنا ونحشي حياتنا كانوا ناس أقل من اللي ينحش بهم لا مو بس هذا يعني أنه قبل ما كان عندنا هذا الوعي الكاف حتى أنه نقول عيب هذا ومو عيب هذا ومو عيب هذا ومو عيب أنه واحد يغلط طرح العيب أنه تكرر الغلط بس انتي حاليا القضب مليان يعني؟ طبعا مليان أمي وأبوي أبوي لا أكو أحد يعني ونفس اللي حشيتي عني؟ هو؟ هو نفسه؟ من البرنامج اللي يسأله غيره؟ ماذا أنت؟ المصلحة جدا يعني نفسه؟ لا يعني عندي شخص اللي هو أصلاً نقلت اسمي العشيرة وقرايبي هو قرايبي؟ قرايب ومو هاي قرايبي؟ إذن صار لكم مش قد؟ والتشاليل خلي هيت شوية نسي الكاميرا عوف الكاميرا بعدين شلق دخل تتدخل بسوالف ما لك غرض بيه؟ هل تريد تعرف السؤال؟ ماذا أقول لك؟ أنا ليس أهلي تعبوا عليه وشيقوا عليه سنين كلها حتى يقعد هنا أنا ستسألني هذا السؤال هل أنت مالك علاقة تفاصيل؟ وصلنا إلى هنا جانب Armed this Oil أي وعáveis وليس هنا يأخذ نوع و يسألني مالك و Iron لا أصلاح م disposition أخذت و أن تأخذ كما قد نريم ويجهزة سوي العرز بدون حضورة نحن نحب الأسرار لا نحب البهرج عموماً سأذهب إلى حسان ويهاتش للعبة لعبة قوية بما أن تكون متحفظة على أسرارك هذه اللعبة ستكشف أسرارك اسمها شبكة الأسرار سلاف، في شبكة الأسرار هذه اللعبة اختراعناها بالبرنامج خيار ريج إذا تجاوبين سأجدت أسألة صريحة نوعاً ما إذا جاوبتيني بصراحة أنت رح ترشيني ها، حلو أما إذا ما جاوبتي فأني رح أرشتش بالشباك كمال عنكبوت نبدأ سؤال سبايدرمان اسم أول شخص حبيتي ريج 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 ما توصل أول حرفين باسم فنانة تكرهج تكرهني؟ أول حرفين أم كثير أم كثير دقيقة أم كثير أم كثير أول حرفين أول حرفين أول حرفين أم كثير ريج أصبتك حسناً جيداً قلنا علي أن تحششين أكثر أنت وأمك أخوك لو مرت مرت أخوك أخوك جوابتي صحي هذا مظلومة ريج ريج أم كثيراً 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 يعني أنك كثيراً أم كثيراً أم كثيراً رج لا اسم كثيراً لا زين أم كثيراً يقول لنا وعادة أحد لا يعرفها غير المقربين أم كثيراً آم كثيراً عصبية أم كثيراً أم كثيراً مخرج رتن قلوب الدنيا ما تشتغلين ويا؟ حسن المواجدي اسم مسلسل طلعت منها بسبب فنانة؟ أسد بابل حجة جاوي بس حتى ترشيدي عفو عفو عالين همين جاوبتها؟ زين أكو مثلة سمعتين تقول أنك تقلديها بالستايل فترة من الفترات تقوليني اسمها؟ لا أكوة تقولين القلدين شعارها جانت؟ أنت سمعتيني هيك تقولين؟ خلص حظت حلو استسلم زين آخر سؤال قليني اسوأ مسلسل شفتيه برمضان الفات أب خاط شكرا سولاف رجعنا هو سولاف وراها اللعبة اللطيفة سولاف هسه نروح للمشاكل شوية البيجات والصفحات بالسناب والإنستجرام حيلا مركزين نويات لدرجة أنك هددتي أنه رفعين قضايا ضدهم رفعت بيجات اثنين وقدموا وتعاهد ونغلقت الصفحة نحن حدنا هذا شيء فعال بالعراق لا بالموجود أصلا حتى يتذكروا بالدستورة للقذف والتشهير أهل تشهير ما هو اللذي رفع لذلك ستفزج؟ وصلوا مرحلة قاموا ينزلوني هذه السؤالة بنا بها سكنوا سورتوا يا سياسيين لا عليهم أي غرض بهم مع الأسف من عندها البيجات تشوه صورة شخص قاعد ببيته ما لعلاقة انه فلانا كذبت بستوريها كذا فلانا كذبت كذا وكذا وكذا فلانا ويا فلانا زين انتو شون ما تخافون انه باتر عقبة قدمت دعوة والناس معروفة وبيجاتهم قوية مو بيجات يعني عادي هس انت عايق اسخة انت تحش عندك يوتيوب عندك صفحة ما انت عايش عن يم تحشع لي ده تاخذ من اليوتيوب تحشاع الي تحشع علي سمعة وعرضي ومدري شنو وده تاخذ راتبي من اليوتيوب علاج الحسار لان انت عاقل ما تريد وتوصيل صورة وصل صورة حلوة تحشع علي عرضنا وعلى سمعتنا وعلى حياتنا وعلى مدري شنو وفوق كل هاذا العالم وتقول -"عافية عليك shooters وعافي عليك PHP والعالم ما تجد ان هذا ادركتش باليوتيوب او بالبيجات تتخخذ فم الالبحاث نفسه هل تعرف هاي الأمور من يوتي بس اتعاف عليك أن أخذت إجراء قانوني لأنه الموضوع صدق صار أفر وبعد أي شخص يفكر ينزل موضوع علي كاذب أو هاي كاذب هذا الإجراء بيجات اتنين توقفت وكذبوا تعهد وعلى أنه هو بعد البيج مانا متوقف نهائيا زين أيضا عندك يعني أحس أنه أكو عندك مشاكل أو قطيعة ويا المهرجانات والتكريمات وهاي الأمور يجيش الشاي بعد شوية شوبيت شوية المهرجانات ما عندي شوية بس قبل تشترح مهرجانات اي بس مهم وقلة مو كل شيء سأل المهرجان اللي ما يخدم بلدك وما يخدم أنت وجهدك وتعبك فبلا كل المهرجانات الناس اللي تفكر أنه هو مهرجان يقيم الفنان يصعد المفنان لا رح نطيك بالقلم العريض اللي يريد يزعل من الزملاء خلي يستمرون بزعلهم واللي يريد يرضي على راسي ما عندي شوية أي أحد ولا عندي مشكلة المهرجانات وما أدراك ما المهرجانات المهرجانات هي رعاية تدخل بهذا المهرجان تخلي المهرجان تخلي لك هذا الفلكس اللي كل اللوقات مالتهم يجي الفنان يأخذ صورة على هذا الجسم صار الدعاية المن؟ للرعاية للرعاية الرعاية شو نفكر أنه هو أصلا منطيك أجورك كفنان وجاي الأجور المن رايحة رايحة على الشخصيات اللي جاي بيهم من برة فنادقهم بطياراتهم وإقامتهم واجورهم الشخصيات العراقية الموجودة لأن الشخصيات البرة ما ينشرون أنهم أخذوا جائزة بالعراق مجرد أنهم حضروا العراق الشخصيات اللي هنا دعوا فلان دعوا فلان على متاقات وفلان مطعم عارف وفلان مكان عارف وفلان شخصية عرفت وفلان جهة عرفت وفلان قاع عرفت لا أكثر والأقل الله وكيلك هاي الإبداع اللي هم كاتلين نفسه بشهادات التقديرية أنا قدامي قدامي لحدنا نتذكرها أحد الشخصيات المعروفة الكبار بالسن الرائدين فنان كبير صعدوا شخصيات على الستيجنطهم تكريم اللي بصفي ما صاحه واسمه دمعت بعينه تريدني أقعد لك بارنجان ما يقيم شغلنا زيني أنت تعال جيب مهرجان خليك على راسي بس قيم شغل هذا الفنان التعب زيني الكادر اللي خلف الكواليس يقيموا لك مسلسل أو عمل أو برنامج أو أغنية أو إعلان أو مدري شنو آلافة جوائس باقي الأعمال البقية وكل هذا بدفوع الثمن تريد أن يصبح ممثل تدفع الفلوس والله الممثل يدفع للمهرجان عاد يقولون تشذب إذا يقولون تشذب أطلع لدفاتر للعتقمالة لا تجي تتحارج بالبرج الجدي عاد يقولون تشذب لا مو تشذب هذا وهوية فنانين هسا قاموا يمرحون عرض عليه تشترين جائزة صبعا قبل سنتين لو ثلاثة عرض علي أنه لو تنطيل هو من الشخص المعني واحد قال لي قل لي قل لي هو قل لي مستحيل عمي ما ريد هي الجائزة ما تقيمني يا ساري أنا ما ريد جائزة أنا أريد جائزة إذا تريد تصير العمل اللي اشتغلت اللي بيها كل الفنانين حلو أنه من يكون أفضل مقدم ساري كل شحلو يرفع من معنواتك بس إذا دافع فلوسها لا لا ترفع من معنواتك ورجع للبيد وطلع فلوسها شوف شلون راح تطلع فلوسها بعد أنت برأي هذه الصورة عام ما لو أكيد 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 لا أنا ما أقول لك أنه أكيد التعب على نفسه بس يجيك فنانين قاعدوا وتعبوا والله هم ما دخلوا منافسة مهرجان شعلي بالمنافسة ما لا علاقة زين مهرجان شاذا حسون سوى ترند قبل فترة شنو رأيت شو الموضوع شفتي المهرجان يستاهل هالهوسة من يا ناحية يستاهل أي لا هم مهرجان حالة حال أي مهرجان أي أنا قز الهوسة السلبية هل مبالغ بيها الهوسة السلبية إذا تيجي الواقع الحال كلابس تحكي هل بكل دول العالم وانما تروح هذا لبس ولا تحكي على شخصية أو شخص ولد أو ابنية هذا لبسهم من قبل تمام مواجهة أنتقة وحدة أو واحد لابس كذا وكذا هذا لبسهم يعني مو جديدة يعني أكو شي جديد مو جديد الموضوع السلبية وتسقيط لا أكثر عافو على قولته هي لبنية شاذا قالت عافو المهرجان غلطت غلطت بالنشيد ليش أكو فنان قاعد لو فنانة لو شخصية معروفة أو مشهورة راحل قالت له هذا دليل على أنه أصلاً ما يعرفوا شنو النشيد الوطني تريد أنك تشفت شغلة يعني تشفت أنه إحنا أغلبنا ما حافظة النشيد الوطني بالشكل الصحي يعني نتعلم نعم المدرسة نسيعي بس أوكي شفت لك واحد هسهوية أكو فنانين ما لهم علاقة مو الشباب عوفي الشباب شباب حاير إنه أخذ صور أو فتش علو صح محا أكو فنانين كبار أحد راح قال لها تعالي ترى غلطت بيش يسمي أصعد ينوه إنه يعني هي البنية كانت كلش مفعمة وفرحانة وطابة يعني فيما حاسب تلعف اندعيتي المهرجان المهرجان هذي إيه لم أروح مهرجان هذي أبدا أقول لك أنا ما رح على مهرجان ما يقيم لا بلدي ولا شو زين من فترة نفسي صدامني لأنه ما متحودين عليك تكونين به القسوة يعني سألتش المقدم أنه يعني من الفنان الأكثر موهبة قلتي أنه آلاء إحسين أقل موهبة من صبا إبراهيم ومن زهور علاء ومن إيناس ومن ميس نمور شام حداد أي ما يجي موضوع هو صار هذا الموضوع وان حتى في وقت ختام السؤال قلت لأ لا مو يمش ما العلم آلاء بعدنا اتصالات وهاي لانية واني في وقت هو مو يسأل سؤال وراء سؤال شفكر من الأقرب مو من الأسوأ والله العظيم من الأقرب وإلا أنا حتى لو أكفت خلاف ويقولوا أنت عندش خلاف وآلاء مع العلم أنه آلاء حتى ما ملتقين غير بس بزرق ورقة وحامض حدث ماكو عمال مشتركة حتى نقول بيخاف أكوش عوارد قلتش من الأقرب فقلت آخر واحدة سؤالة آلاء أصلا الموضوع هو لو تباوع الحوار مالي أنه يذكر الاسم قلت له آسيا كمالية صدق كل شيء قريب عليه يعني مو مو نمبر وان بالنسبة لي أي ناس صدق يعني لبنية زور خوبا كل شيء تعرف يا صديق يعني صديق نجلا مو كل شيء تواصلوا ويا ميز قمر يعني عايشة بربيت عايشة بالكويت الإمارات أقرب ميز أنا أصلا دخلت وياها مسرح واحد بعد مسرحيات قبل السقوط ويا ما يعني زعلت منتش على أحسين لا لا يعني مو هي فتهمت مو آخر شي قلت قلت مو 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 فهمت شايف نوبات إنه واحد كثرت السؤال كثرت السؤال بس ما لانه أقول لا هل هي الصدق أقل موهبة منهم لا واضح منه أقل موهبة زهور لازعني من عندي لازعني من عندي إحنا ببناتنا ما يخالب نتكافر إحنا صديقات زهور هل هي صديقات سامحيني بس زين زهور علاء إتي جتين للموضوع نجاور إحنا صديقات لا لا قبل أنت وزهور مقربات دنيا تغيرت لماذا تفكرون هذا الموضوع لم أعرف أين عايشين بها عصر أنتم عايشين كل سنة المسؤولية تتغير كل سنة اختياراتك صعبة وقرارك أصعب كل ما تكبر السنة هستوا علاقتكم زينة؟ بالعكس بس هي الدنيا ليش تغيرها بدها الزوجة صارت عندها حفيدة حايرة بدها بدها صارت للمرة فضحتها كل لا لم يتعرف يا فاضحا رحا لماذا تنزي من حفيدت أقول لك مع البزولة أنا مربيت اسم عزوس مربيت اسم عزوس مرحبا مرحبا دهن حار دهن حار دهن حار أنا عبر المسلسة القديمة لا شوف هناك لغة صار عليها لماذا اسمه دهن حار؟ أدري موجود صورة شكر لمم شكر لمم صح موجود صورة بالإستقرام من نزليها أول ما بلشنا بكتب أحد العلاميين كتب علي على صفحته ونزلنا ونزلنا العمل فعلت ضجة لأنه على فلان شخصية وفلان شخصية لا يبقى وليس على قناة قالوا أن على شخصية سياسية على أساس نحن زعلنا على قناة في وقت أنه غيروا التايتل ونزلوا هذا الموضوع أنه يوجد خلافات في بعناتهم كل ما في الأمور نحن صورنا العمل كل ما بها فريمة وحدة مشهد واحد حوار واحد يسير لأي شخصية سياسية طبعا ندري بذلك بس أن قزي فنيا حلو كان المسلسل ليش ما نشاف رغم بهوانجوم أقول لك كل الأعمال ما تنشافه بشهر رمضان بس أنت قام روح نجح أكثر انت قام روح لندراما هذا كوميدي كثرة البرامج الكوميديية والمسلسلات الكوميديية هواي أغلب الناس يقول أتابعها بعد رمضان واللي تابعي تابعها بعد على اليوتيوب مثلا منو كان نبروان العام كمشاهدة برأيك وسلسل بتجرد يعني كمشاهدة الأعمال العراقية نمش كنا عام نم ما أقدر أقول أحد أو فتسي بس كل الأعمال حلوة شفت أنا ملح يعني برزو كان الذهب غيد حيث أنا لم أشوفت أشوفها شوكت أشوفها بالليل ونباتصر عيدنا الشغل على فكرة نحن نصور الانتقام روح يعني نعرض الانتقام روح نحن نصور نحن نلحق أصلا مثلا حلقة اليوم نشوفها باطر مرات نفس اليوم يعني طبيعي نحن نحن الأحداث سيء فيها نعرفها أنت تشوفين عمارت تحبين تشوفين عمارت يعني بس أول ثلاث حلقات أربع حلقات أرى الخطأ وين؟ أرى الأمور وين ماشي مرات المشات في حلقة خمسة أحدث كل شي قوي تجدها في حلقة 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 7 طبع فاصل سنلعب وياتش لعبة حتى نغير عليك تشلمون اللعبة هاي تحذير فنعنين شايف هاي اللعبة اللي راح يصير أنه بس راح أطلب انه أحد يجيبتش الطبلة لصغيرة حتى نخليهم خاف في عكس أو شي راح شرينين الصورة تخليها قبالتش أنا راح أشرح لك على هاي الفنانة أنطيش عليها معلومات ويجب تعرفيها أول ما عرفتها تنزليها ترفع عين الثانية ما شوفها؟ يعني شوفها بس ورما تتحذريها فنانين وفنانات الفكرة أنه تخلي قبالتش الطبلة أحسن حتى واحدين ثلاثة أربعة قام يتطلب سارة شوف منها شوفي شوفي الفكرة شنو؟ أنه من بينا أسرع راح يسويها؟ يعني من بينا راح يحذر الشرس أسرع؟ انت هم راح يسوي نفس الشيء واني مشارفهم أمانة يعني خليها قبالتش وش ياتش شذباني مشارفهم أمانة هو معدل برنامج بالضرب ديري بالي ترفعيها هيتشي؟ أسرفها؟ ايو أنا سأشرحك عليها يعني أنت يجب أن أشوفها نزليها عن رأسك ممثلة مصرية قديمة وبعدها تمثل قديمة وبعدها تمثل شاقرة اسمها من كلمة واحدة نفس اسم مديرتكم يسرح يسرح يلا الوراها بسرعة عكسي هي يعني هي مغني الهضبة يسموه هضبة ما يحتاج روح للقاضي عمري ديان صحيح عكسي ممثل عراقي نجم خبل مثلتي ويا أنتي كم مرة وين مثلت؟ من كلمتين اسمها مختفى صالة سنتين الدرس الأول صغير شبير يعني قديم وبعدها نجم حب وحروم رائد شبير قاسم ملاك اي صح أم عكسي أمير الحب أمير الحب تقولي شغلات معروفة هيتم يوسف صح ممثلة عراقية تخبل عندها أختها بالوسط هجيل لا لا من جيلها مسرحة قوية دكتورة شدة حياتي حسنا دوري عمري أزواجها الخامسة شنواء؟ أزواجها الخامسة زهرة؟ أنت ويصف يب gestures يبه عمري 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 ادخل مقتطول أنا علاوتي أستاذي تكملي للغنية نجوة كرام أشوفك وين يمهاجر حاتم العراق تبكي الطيور جورجوسو لا مو جورجوسو تكملي أطيني غير هنت يا أميرة كل النجمات يا أميرة سهلا 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 لكن لا أعرف أنت شرحت لك أنا شرحت لك زين أنا شرحت لك زين فنان مداغني يعني يسدوني القناة رأساً يغيرون على غير برنامج سولاف برأيك أنه ممكن عندنا نجم عراقي يوصل بمصافي نجوم بالتمثيل يكون نجم عربي صدق طبعا عندنا ليش هذا مسلسل حيرة ليش طلع مطلع عندك بكر خالد بكر خالد بكر خالد ليش أنا حتى يتوقع أنه يطلع من عندك لا أنا حتى كمقدرة تمثيلية كلهم جيدين بس قصدي كشهرة وجمادرية ممكن ممكن بما أنه احنا شوف المواقع التواصل الاجتماعي كل العالم واحد تابع الثاني الأعمال المشتركة القنوات العربية صار العراقية وصارت بإدارة عربية أو صار بأعمال مشتركة فنانين عرب وعراقيين يصير ما عندك ميز قمر طبعا ميز أيضا فنانة ليش إحنا اليوم ممكن يصير عندنا أنه يعني من صدق دراما صدق ككتابة يعني أكوشي ممكن الناس ما يعرفون أنتو حتى بالأسماء أسماء الشخصيات محددين بيها حتى لي نحسب على مكان معين أو طائفة أو فهي كلها أمور يعني معقدة كلش ومضرة لا هي حتى بدول الأخرى حتى بكل الدول سواء كان بالخليج أو بيروت سوريا هم عدهم أسماء محددة ليش أول شغلة المؤلف داما يبسط الاسم بعيدا عن السياسة أو الدين أو الطائفة أو فتشي يبسط لك الاسم ليش حتى لا يشغل الممثل يسهل على المشاهد أنه يكتب فت اسم سهل عليه بالإضافة الاسم المتعارف مثل حسام حسام متعارف هيثة متعارف ليث متعارف بس تجيب أسماء أجنبية وتخليها بنص عربية صعبة ما يتعلقون بهم برأيتي المشكلة اليوم شنو بالدراما العراقية الإنتاج نقدر نقول إن حل نوعا ما هل النصوص نعم النصوص مكررة لا مو بس مكررة نحن قمنا نأخذ نصوص من العرب ونحولها للعراقي ما عندنا مؤلفين علما إنه أكو كتاب بس ما معروفين بعدهم أصلا ما مكاتبين لأي عمل أو فتشين عندنا كتاب كلش عقلهم واسع وكبير ويتكلمون على المجتمع بس ما دينطونهم فرصة ما أعرف ليش هاي وحدة اثنيا المرأة ما أخذ حقها ككتابة؟ لا مرة واحدة قبل كم سنة بأحد القنوات العراقية أخذت حقها بكتابة واحدة وكان بوكتها شون مسابقة من أفضل سيناريو بس ما شفت لحد منها الممثلة ما أخذ حقها ككتابة يعني دينطوها دور حلو بالنص لو بعد ما كوا أدوار المرأة أغلبها سطحية؟ لا أسه بأباء وإلا ما تشانس العنصر النسائي كثر عندنا وجوه شابة كل سنة بس نحكي على الأدوار يعني وين دور المخبلة وين دور المريضة نفسيا وين دور كلها يحبوها تحبهم؟ شوف قليل يصوروا يشتغلون هذا الهيتي يعمل ليش يفكرون أنه الممثلة خاف ما يجيدها صح صعب الممثل أنه يجيد شخصيات وإذا جادة لازم يتعب عليه ماذا كنت تشاهده؟ أنا أعرف أحد الشخصيات مخبلة؟ ما يعتاد ما يعتاد هاي أحد الشخصيات تاني ما لا علاقة ما يعتاد صدوك صناعة بحلقتها والله ما يعتاد مخبلة مخبلة يمانا يعطي يونس يا أبيت كانوا تمثلين دور العاقلة يعني ما أم يعتاد العاقلة ما أقدر كم ليلة منه أحد الممثلات؟ أحس قشب أكو بالموضوع لا أممثلات العربيات ما لا علاقة يعني ناكست كانت عندها شخصية تطلع مجنونة وصلت مرحلة أنه صار بها حالة نفسية لقد دخلت لمدة تقريبا خمسة عشم ستعشم إلى مصحة عقلية وصلت مرحلة أنه يشيلون الطبلة يضربوني به فأطب مكان ما ألقى لا طبلة لا كرسي بلاستيك ما يخلوني بطل مي ممنوع وصلت مرحلة أنه وصلت مرحلة أنه أنا خفت أن الصدق دولة عايشين ومرة أطبعت على واحدة قلت قلت صرت هيرو قلت قتل خطية وصلت مرحلة بحيث يمحطيها كل حدايت أنا أشعر مبالغة التي قلت أنه لا 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 لأن أنا مرة دخلنا صورنا بحد المستشفيات الجيهة الثانية يعني الجناح الثاني فلقينا هذا الجناح ممنوع أحد يدخل لماذا؟ الناس بهم حالة نفسية فبدأ يحافظون علي قدر المستطاة يعني الدكتور جاءت ما يكونوا وياهم يعني دائما نقول الدكاترا عايشين حياتهم بس الدكاترا اللي يعالجون الحالات النفسية أسوأ حيات يعيشون لهم لازم يمتصل لي قداما أسوالها في بعض التلفزيون هو الحلم بعيد المنال الكل اللي يريد يطلع بي ويوصل له اليوم بوجود السوشال ميديا وكل هاي الشاشات انتهت أقول بعض صار حلم عنده ويتمنىه والبعض الآخر موقعت لك ترى أسهل من عدة مواقب طف على موقع يا مكثرهم طب الموقع تلقى نفسك ألف شخصية نزلت شنو القادم؟ شنو الجاي؟ باتشر إن شاء الله حلقتك شو كتهاي؟ بعد فإحتي براحتي باتش الله نحن نتفق على عمل وبعد يعني أكو بعض تغيير بالشخصية بس يعني بكم شغلة بها نفس القناة؟ لا 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 إن أخبتها لبت بالقناة بس لا مو نفس فقرتش رح تنطرتي منها زيني شنو؟ دراما يعني لو شنو؟ هو دراما ايه؟ وكو عمل ثاني لأبره وين بالطرمة يعني؟ لأبره بالحديثة ليس باوعا أمور ما هو واحد يستطيع أن يكون أوكي إنه صار التليفون بعد ما تعرف أنه ممكن تصير اتفاق ممكن ما صار اتفاق أممم أنت حظت شون في هذه الأمور؟ على رب العالمين ربك إذا كاتب رسلك كلام حوو دت خافة من الحسب خلاص لا حسد لا إذا كاتب إذا تصير بسر ها عوالي بأزبك كانت تتخبلت سولاب نورتيني دائما يعني أتونسويات بالحوار وأضحك أكثر من الحلقات ونقضي الحلقات نحن نسالف للسالف بالكواليس حياة شوية حياة طلعت نورتيني أتمنى السنة الجائية طبعا نزم كل برامجي ستندر يعني فأتمنى السنة الجائية تكوني نضيفتي ونحكي على نجاحات بعد أقوى وأكبر وأني هذا اللي أتوقع منك إن شاء الله يا ربي أتمنى لك الخير وكل سعيدة أنت بعد منتزمنا في سقناتك منفقية يا ربي كل سنة أرى برنامجك وأخبرك ما أقول لك تخيمة أورثوة أخبر ساري هاي اللي كانت وياك وهذا اللي كانت شذب تراموي والله خابرة كيف مرة خبرتك خواية أقول لك ساري هذا تثب عليك هاي تثبت عليك فأقول لك ساني شيء أقول لك ماذا سأفعلهم يعني نكشف لهم كم واحدة إذا رأيت حلقة ثانية نكشف بس اللي كذبوا أنا أقول لك نقعد بره بالحديقة يام رنغو عافية ونقعد ونكرس حب ونكشف نورتيني شكرا جزيلا مرة ثانية شكرا جزيلا لمتابعتكم الحلقة تتظرونا أسبوع الجاي بحلقة جديدة تصبحونا على أد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة